أقرت اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء في اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان مصفوفة احتياجات محافظة مأرب في الجوانب العسكرية والإغاثية والدعم الطبي والاجتماعي والشعبي وأجرت اللجنة نقاشا مستفيضا على المصفوفة التي تضمنت الإجراءات الحكومية لدعم محافظة مأرب وما شملته من آليات واجهات التنفيذ والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ وقرى الاجتماع المصفوفة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها والرفع بها إلى رئيس الوزراء لاعتمادها والتوجيه للعمل بما جاء فيها وأجرت اللجنة خلال الاجتماع اتصالا هاتفيا بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وطلعت من خلالها على آخر التطورات والمستجدات العسكرية في جبهة مأرب حيث أكد على أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبالتفاف من الشعب اليمني وإسناد تحالف دعم الشرعية يسجلون ملاحمة بطولية في الدفاع عن مأرب وكسر الزحوفات ميليشيات الحوثية الإرهابية وجددت اللجنة الوزارية التأكيد على أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية والحكومة لمأرب اهتمام خاصا مشيرة إلى التوجيهات الرئاسية والحكومية العاجلة لدعم جبهات مأرب وبقية الجبهات ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الشباب والرياضة نايف البكري والمالية سالم بن بريك والنقل عبدالسلام حميد ولوقاف الإرشاد محمد شبيبة والصحة العامة والسكانة الدكتور قاسم بحيبح والشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزوعري وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دمهج ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة المالية المحلية عوض مشباح